اهلا بحضراتكم في هذه التقطيع ألقى الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين كلمة تاريخية في حضور رجال الدين من جميع أنحاء العالم في افتتاح أعمال المؤتمر السابع بزعماء الأديان العالمية والتقليدية تحت عنوان دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد 19 وذلك بهضور الرئيس الكازاخي وعدد كبير من قيادات الأديان على مستوى العالم في بداية كلمته توجه فضيلة الإمام الأكبر بالشكر لرئيس جمهورية كازاخستان على رعايته للمؤتمر السابع بزعماء الأديان دعيا المولى عز وجل أن يكون هذا المؤتمر إضافة جديدة معتبرة على طريق الأخوة والإنسانية والعيش المشترك والسلام الذي يفتقد العالم اليوم وتطلع إليه تطلع المريض لعلاج نادر عزيز ينهي آلامه وسراعته ولفت الإمام الأكبر إلى أن العالم ما بدأ في التعافي من أثار جائحة كورونا التي أودت بحياة ما يقرب من 15 مليون نسمة والتي ما كاد يفيق العالم من كوابسها حتى دهمته جوائح وكوارث طبيعية أخرى وسياسية واقتصادية الإنسان بنفسه صنعها وبيدافع من أنانيته المفرطة وأطمعه الواسعة وضميره الميت وقال كمان أني ليت الأثار المدمرة لهذه الكوارث حقت بالمفسدين وحدهم جزاء ما قدمت أيديهم ولكن أنها حقت بكوكبنا الأرضي بكل ما عليه من إنسان وحيوان ونبات وشار شيخ الأظهر إلى أن البشرية الآن أصبحت بتعاني من رعب وخوف بسبب التغير المفاجئ في ظواهر الطبيعة والمناخ والمتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات وأيضا تهديد ذلك للمدن بالغرق والسيول وجفاف بعض الأنهار ومما أدى إلى نفوك كثير من الكائنات الحية وغيرها ومما تسبب طبعا في العديد من الأزمات بالإنسانية كلها وطبعا دهدت أركان الاقتصاد الدولي وأصابت الدول الغنية والفقيرة بما لم يكن في الحزبان من أزمات طاحنة طالت لقمة العيش وجرعة الماء وقال كمان الشيخ الأزهر أن ده أدى إلى انتشار الجوة والفقر في العالم فضلا طبعا عن بعض المشاكل الأخرى اللي بيعاني منها العالم من بينها ترويع الأمينين وقتلهم وتهجرهم وإجلاءهم عن ديارهم وأوطانهم وأكد الإمام الأكبر أننا في واقع معيش لا يتمارى فيه إلا من كان من الغافلين المطرفين لفتا إلى أن هذه الكوارث هي من صنع إنسان هذه الحضارة وبسبب مما اقترفه يداه عن عمد وغطرصة ولا مبالاة بالآخرين وأوضح كمان إن هذا الإنسان ما كان ليخدم على اكتراف مثل هذه الجرائم لولا اكتراءه على المقدسات لم يحدث أن اكتراء عليها أحد من قبل على تاريخ الحضارة كله وعلى امتداد التاريخ أيضا وحظ الشيخ الأزهر مما تبعثه هتان الأفتان اللي هي الاكتراء على المقدسات والإلحاد من رزائل بتذهب الحرية الفردية والإسرة والأنانية وعبادة اللذة والشهوة والتحرر الجنسي وربطه بالتحرر العقلي والفكري وجودا وعدما والتعبد بثقافة السوق ووفرة الإنتاج وجشع الاستهلاك وما صح لذلك من حملات مدروسة وموولة تصرخ في عقول الشباب للنهار وتدعوهم لأن ينفضوا أديهم من مؤسسة الأسرة والنظر إلى الزواج على أنه يعني أمر غير ضروري وعلى غير النحو الذي عرفته البشرية منذ خلق الله الأرض ومن عليها وإلى وقت الناس هذا على أنه خدعة كبرى لا تليق بثقافة الأجيال الجديدة وعلى الشباب أن يتحرروا منه ومن قيوده التي سجنته فيها الأديان ده طبعا وفق الاعتقاد السائد في أقول بعض الشباب وطبعا وهو الاعتقاد اللي فضيلة الشيخ بيتكلم عن أنه يجب أن يتغير ويجب أن لا يستمر وقال كمان أن على المرأة في الوقت الحالي طبعا من منتشر خلال العالم كله من عدم خجلان المرأة من أن تتزوج بمرأة مثلها أو يكون لها أكثر من زوج وعلى الرجل أيضا مثل ذلك ولم تتورع هذه الدعوات أن تهبط ببدائلها الجديدة إلى مستوى بتعف عنه الحيوانات والدواب فضلا عن زوي الفطرة النقية والعقول السليمة خلينا أقول لحضراتكم كمان أن الإمام الأكبر نبه إلى أن التقدم العلمي والفلسفي والتطور التقني والاجتماعي الذي هو عنوان حضارة اليوم لم يعد مؤهلا ولا قادرا على وقف التدهور الأخلاقي والإنساني وأشار إلى أن فلسفة التنوير خسروا رهنهم لما أكدوا على أن هذا التقدم العلمي والتقني كفيل بأن يجعل السلام العالمي يسير في ركاب التحضر رأسا برأس وقدم بقدم وأكد شيخ الأزهر أن علماء الأديان يقع على عاطقهم دور محوري في التصدي لهذا الثقوط الحضاري بيتمثل في إحياء رسالات السماء وتعليم ما تذخر به هذه الرسالات من أخلاق وفضائل لإصلاح مسيرة الناس وبعث الروح في جسدها الميت وذلك على الرغم من وجود عوائق قبرى لا يستهام بها قد تحول دون القيام بهذا الدور على النحو الصحيح وأولها غياب الانفتاح أو الحوار الحقيقي المتبادل بين علماء الأديان أنفسهم وصنع سلام دائم بينهم أولا قبل مطالبة الناس بصنعه فيما بينهم إذن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقول المثل الحكيم وكما قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر وشدد كمان على أن السلام بين الشعوب هو فرع من السلام بين الأديان وأن الأخوة الدينية هي بعثة الأخوة الإنسانية العالمية وصانعتها لفتن إلى أن البداية الصحيحة هي بعث هذه الأخوة بين علماء الدين ورجالها وأشار كمان إلى أنه على الرغم من اختلافه مع البابا فرانسيس دينا وعرقا ولونا وتاريخا ووطنا وبالرغم من أن أراء متشددة هنا وهناك حاولت أن تعرقل ومزالت بل حرمت أحيانا مجرد الالتقاء بين الشيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثلوكية إلا أننا حين اجتماعنا ومنذ دقاء الأول بنية صادقة شعر كل مننا بأنه يعرف صاحبه منذ سنين عدة ثم ما لبثت القلوب أن التقت على المواد المتبادلة وعلى الصداقة والإخلاص ده كل التفاصيل الخاصة بالكلمة التاريخية اللي ألقاها الإمام الأكبر الشيخ الأزهر وإلى هنا بتنتهي تخطيتنا بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء